هي حاجة جميلة وعظيمة وكنا طول الوقت بنعاني منها وتحديدا أصحاب سهرات القديمة اللي عنده عربية موديل سنة سبعين تمانين يعني مش سبعين قوي مش ماشي كتير في الشارع تمانين عارف العربية الموديل تمانين دي لو ماشي على كبري أكتوبر في حر يوليو ومثلا الساعة 2 الدهر كان إيه اللي بيحصل مش بس هو اللي بيتضرر لما يوقف العربية تعطل منه لكن البلد كلها ممكن تتقفل عشان عربية قديمة متهلكة موجودة في الشارع نهيك عن انبعاثات عن تلوث عن تفاصيل كتير عشان كده وده كان الهدف الرئيسي لمبادرة إحلال وتجديد السيارات المبادرة بتتكلم طول الوقت وإحنا منتابع المبادرة نتكلم عن حافز عظيم اسمه الحافز الأخضر حافز الأخضر يعني بما إنك دولة بتهتم بالبيئة فالحافز الأخضر يعني تمكين كل من يمكن أن يحول سيارته إلا أنها تكون صديقة للبيئة اللي تقدم ربعمية خمسة وعشرين مليون جنيه لحت نهاية مائة وعشرين واثنين وعشرين وده رقم عظيم جدا الأعداد بتاع الطلبات استبدال السيارات اللي جات على الموقع الإلكتروني وإحنا تابعنا محاضراتكم في التساع على مدار حلقات كتيرة لمبادرات الإحلال والسيارات والناس اللي بتستلم الطلبات تسع وتلاتين ألف وخمسمائة سيارة اللي وصلوا إلى موقع مبادرة الإحلال والتجديد ودي أرقام مهمة جدا تقولك إنه بنتحول إلى الأخضر مبادرة الإحلال والتجديد واحدة من أكثر الحاجات اللي بتروح لمستحقيها على طول بتروح لصاحب الشأن من الحاجات اللي بتسعدنا جدا في المبادرة دي التأفيل على كل محاولات الالتفاف على فرصة تعارفين كده إحنا شاطرين قوي في الفهلاوة والالتفاف على فرصة فبسرعة انتشرت فكرة باشتري عربية قديمة وقدمها في الإحلال واعمل حاجات لا لا خالف ما بقيتش تنفع تحديدا مبادرة الإحلال والتجديد بتروح لمستحقيها بتروح للناس اللي فعلا عنده عربية متهلكة وبيعاني ومحتاج يبقى بيتنقل بوسيلة أكثر أمانا ويروحة